اشتركوا في القناة عيد دي عيد وكلمة الحب دي حاجة تانية برضو يعني تقريبا ما تقلش حاجة عن العيد برضو عيد الحب منعمل في فالانتاين ونعمل ونجيب الدباديب ونصرف ألافات الألافات مفيش مشاكل اصرف زي ما حضرتك عايز وتمتع زي ما حضرتك عايز وعيد حب جميل مفيش مشاكل بس فيه ناس في نفس التوقيت نفس التوقيت اللي حضرتك بتحتفل فيه تقريبا مش قادرة تولي ابنها المستشفى او مش قادرة تصرف على بيتها او بيتها هيوقع عليه او عندها مشكلة طيب ما نخلي الموضوع يعني عيد الحب ده يوم عيد الحب ده هو يوم مساعدة الناس الفقراء جدا 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 بانهنا نعمل حاجة جديدة اخد قصرتي وحدد مكان وانزل واخش على بيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما احنا مصريين بقى ما احنا اهل بعض بقى وكلنا شعب واحد وكلنا دم واحد وجلد واحد وطعم واحد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته البيت محتاج كذا 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 في حدودك هات اللي انت عايزه شارك بمالك مباشرة مع اللي محتاج علشان خاطر موضوع موضوع ان فيه ناس كتيرة جدا 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 تعبانة انا مش طالع علشان خاطر انا طالع اوصل صوت ناس تعبانة جدا فيه ناس تعبانة فيه شريحة تعبانة جدا جدا لو يوم الحب النهاردة قدرنا ان حد يسمعنا ويقدر يعني لو واحد بس قدر ان هو يساعد النهاردة ويعيد الحب هتساعد وتساعد ازاي مع الناس التعبانة يعني واحد قاعد في الشارع هو ومراته وأولاده وحضرتك عندك عشر فددين ربنا الزيدة مفيش نص قرات على جنب كده للناس دي تتقوي الوجه الله ما لناش حكم على حد ولكن يعني علشان يبقى فيه تراحم وعلشان ناخد بأدين بعض في التوقيت ده في التوقيت ده يبقى كل واحد في مصر بيقوم بدوره كل واحد في مصر بيقوم بدور بتاعه أنا طبعا عايز أحيي أخويا محمد الملكي جالوا هدية من الحرم وأنا أول ما شفتها الهدية دي فصراحة أقلت أحضنها كده جاية من ناعة الحرم وعدت أحضن وبوص فيها وبعدين بصيت مرة واحدة كده يعني بصيت مرة واحدة كده لقيت التاكت بتاعها كده ده جاية من الصين الله طب هي جاية من الصين يعني راحت الحرم الأول اتبركت وبعد كده ايه كده يعني أنا مش عارف والله العظيم أفتحها ازاي دي أمالكي آه كيسا والله طب صدني ايه دا ايه الحلوة دي ما شاء الله دا حاجة جميلة قوي اذا زب برفان وثبحة إلكترونية اللهم صل على كامل النور وطاقية وزمزمية وشنطة وشنطة فيها هدايا أخرى يوجد فيها مصلية علشان نعلقها في البيت ما احنا ببنصليش هو حالا مابنعملش الكلام ده في مصر ليه الكلام ده ده احنا اسياده الشغل ده اللي جامل الصين ده احنا اسياده مصر اسياد الصناعة دي اسيادها مصر فيها صناعات كتيرة قوي هم اسيادها يا جماعة انا مش عارف دي جاية من الصين اللي يكون فيها كورونا ولا حاجة ما انا ما اعرفش بقى ما انا خايف عشان ما اعديش غيري يا اخي والله الواحد زي ما تطلع فاصل كده يا ملكة على ما نشرف كوباية ماء اعزائي المشاهدين اهلا انا صلب بحضراتكم في عيد الحب النهاردة علشان خاطر برضو نبدأ انا انا شخصيا اللي انا حكمته على الناس وقلت ان احنا نساعد بعض انا هساعد حد النهاردة بالقدر اللي ربنا سبحانه وتعالى يوسره لي هدخل على حد غريب كده واساعده مش اقول لكم حاصل لا تاني هساعد تاني اه في مواضية كتيرة او عايزين نتكلم فيها الاول انا عايز اقول زميلي في شركة بيتروجيت كل عام وحضراتكم بخير وعايز اقول الشعب المصري كل عام وحضراتكم بخير بعيد الحب وياريت ياريت يكون عيد حب حقيقي فعلاً فان اي حد عنده جزء من النزاع الداخلي بينه بين اي شخص يحاول يتنزل شوية لوجه الله يعني نيسر الامور كده وتمشي كده لوجه الله ايا كان المخطئ ايا كان الغلطاء لازم الامور تمشي كده فيها ايه فيها فيها تعاطف كده عشان خطر ربنا سبحانه وتعالى عشان الامور تمشي اه في برضو موضوع تاني عايزين نتكلم فيه النهاردة موضوع احتلال الطرقات من المحلات التجارية والمصانع وا 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 قدام حضراتكم فيديو وهوت الفيديو ده حضراتكم مصنع ملابس انا مش اقول فيه موضوع ده اصلا متكرر في مصر في كل مكان مصنع بلابس والعربيات اللي بتحمل الناس واقفة على الطريق افلاه علشان تحمل العمال يعني لو عربية ناقلة جاية خطر لقدر الله والفرام القطعت معاها يروح داخل شايل المقربصات دي كلها والناس دي كلها يلا يبقى خف العدد شوية واحنا عايزين المنظر ده المنظر ده موجود في الجمهورية المصر العربية في كل الطرقات في المراكز والمحافظات والكرة اللي عايز يبني محل قدام بيته بيبنيه ويسقفه ويضمه للبيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش مهم ده طريق ايه ده كل الطرق بتاع باصفة ماشي يا باشي حلوة اوي كده دي بصراحة موضوع مهم جدا المحاور كلها مقفولة الطرق كلها مقفولة المقربصات مالهاش مكان اللي عايز يوقف انا باستغرب اللي عايز يوقف مكان يوقف فيه اللي عايز يعمل حاجة يعملها انا مش انا مش قادر افسر الموضوع ده بصراحة يعني موضوع بقى جامس جدا بقى وهو موضوع مفيا الاراضي مفيا الاراضي واحد معاه عقد مسجل لارض مش عارف يخشها واحد معاه عقد مسجل لارض مش عارف يخشها واحد يلاقي حاجة مش بتاعته يخش يوقف فيها ومش عارف الموضوع ده متزكي ازاي والكلام ده موجود كتير جدا هي الحقوق ماشي ازاي يعني هي الحقوق ماشي ازاي انا النهاردة راجل اصق النهاردة في الاستثمار بتاعي ازاي لو انا راجل جاي من بره دخلت البلد سمعت ان في حد معتدي على ارض حد انا اخب بعدي وامشي تاني مش انا مش عقص في البلد دي ده اذا كنا بندور على الاستثمار لو ما بندورش على الاستثمار بقى هو ده الوضع الطبيعي عادي احنا مش عايزين حد يخش البلد ولا يستثمر فيها الشعب لو عنده ثقافة ازاي ان السايح ده لو مش في مصر بالكامل امن مؤمن هو استثمر له كل البلد السايح الاجنبي لو مش في مصر في اي مكان امن مؤمن من الناس ومن الشعب والشعب ويعي فعلا ان السايح ده مصدر رزق البلد والنصاروة قومية يجب الحفاظ عليها زيها زي الجيش كانت السياحة عندنا جات وبسلت ايدينا كمان لازم لازم طوعية الناس تجاه انا من بلد سياحي انا جنب السياحة انا بشوفهم انا ببقى زعلان اوي وهم جايين المنطقة بتاعتي والمنطقة مش نضيفة اوي ببقى زعلان حاسس ان هم جايين بيتي وبيتي مش كويس وياريك كان بيدي يعني ان انا قدر اعمل حاجة اه اعزائي المشاهدين اه الحالات الانسانية اللي احنا كنا قدمناها لحضراتكم جاري فعلا ان شاء الله بإذن الله التواصل مع ام رحمة والاستاذ عفاف جاري برضو التعامل من وزارة الداخلية وحقوق الانسان في توريتها ان شاء الله اه حقوق المرأة جماعة اه في في يعني جزء كبير او من حقوق المرأة مفتقد مش هقول كله بس في جزء كبير او من حقوق المرأة مفتقد انا مش بقف معهم لا ان في ناس يعني ستات او سيدات يعني كبار في السن والدتي ووالدي يعني انا ببص دايما للكبير السن والدي ووالدتي كبار السن وكبار السن اوي كمان اللي هو الزمن قصى عليهم مثلا بكبر السن التعامل لازم يبقى فيه رأفة شوية او رحمة شوية التعامل لازم يكون في ايه رحمة شوية ورأفة شوية مع الناس الكبيرة من الناس الكبيرة يعني لازم احنا كمان نبقى فيه عطوفين نبقى عطوفين على النسج واحد ماشي في الشارع كده سنه كبير وماشي الواحده كده حاول تتفقده تشوف ده ممكن يكون عنده مشكلة حقيقية ولكن لا يسألون الناس الحافل فيه ناس بتختشي تسأل الناس تحسسوهم ممكن يكون موظف وممكن يكون عامل يعني ممكن يكون موظف وممكن يكون عامل وشغال في مطعم وفعلا هو محتاج مش المتسول اللي في الشارع اللي بقول لك هات الخمسة و هات العشرة مش المتسول لا المحتاج هو اللي ما بيسألكش اللي انت حضرتك بتعرفه بعينك الحلقة النهاردة انا سعيد جدا ان انا اتكلمت مع حضرتكم احنا عندنا اقتراحات كتيرة جدا عايزين نتكلم فيها بس انا مش عارف بصراحة وفيه حد بيسمع او ما بسمعش انا اقتراحنا موضوع العشرين جنيه من راتب كل موظف على مستوى الدولة لاغاثة الفقراء للمرضى فقط لاغاثة المرضى اي مريض مصري لا يستطيع ان هو ينفق العشرين جنيه تنفق عليه على مستوى مستشفى مصر واذا نجح الموضوع الناس ما عندهاش مانع تدفع تاني بس تلاقي بالعشرين جنيه الاولانية فعلا الناس بدأت تتعالج مش ناخد العشرين جنيه ونرجع تاني الناس وقفع المستشفيات وطردوهم من المستشفى الناس مش عاكم بيموت وطل مش عايزين الكلام ده يحصل ده مش هتثيق قوي مش هتثيق قوي للدولة المصرية الدولة المصرية اللي احنا بنقول دايما احنا عايزين نبقى زي اوروبا او امريكا لا احنا عايزين مصر الدولة التانية هي اللي تتمنى ان هي تبقى زينا تبقى زي مصر موقع الاهرامات السياحي الى الان وزارة الاثار ووزارة الفن وزارة السينما وزارة الفنانين ووزارة اي وزارة موقع الاهرامات لم يعني الاهرامات اجدادنا عملوا اعجاز واحنا الحد الان ما قدرناش نعمل اعجاز العرض نعمل اعجاز العرض الاهرامات اعجاز العرض في حاجة اسمها اعجاز العرض ان انت قدرت تتحافظ على الصروة بتاع جدك وتعرضها بشكل اعجازي مش عارف انا بقى مجنون انا ولا انا بتكلم عن الازدائي مش عارف انا اقولوله في الاستوديو وجماعة كده ممكن اناها بقت معايا معانا اتصال علي ولا ابن الاستوديو علي علي ماشي معانا علي تفضل أستاذ ما ازدي حضرتك قال لك ربك علي مين يا فندي انا علي من اليوبية اهلا وستهلا يا فندي بتشرفنا اهلا بيك انا امتبع حضرتك من اول حلقة ومزيد من النجاح ان شاء الله والنبي واحد اكون حضرتك من الاستوديو ولا حاجة احسن انا بقى يا فندي انت بتتناول القطية يعني ما شاء الله عليك ربنا يوفعك يا رب الله يخليك الله يخليك الله يخليك ومع الكاشف كده يفضل الكشاف من اوار ديك ان شاء الله طب والله انا سعيد بالكلام ده والله يعني انا سعيد بالكلام لحضرتك بطوله دوات وطول جدا تهتم بالفئات البسيطة اللي يعني مننا أنت مننا أشكرك أشكرك وأشكر مكالمتك الجميلة كل سنة وحضرتك طيب شكراً أستاذ علي على الشهادة اللي اعتز بي واللي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعني لو أنا مش عند حصل الضد أكون عند حصل الضد قريباً إن شاء الله عزيزي المشاهدين إحنا محتاجين برنامج فعلاً يلم الناس ويعيش مشاكلهم ويعيش حكاياتهم برنامج كده يا بيتي برنامج كده مع الناس كده جوه البيت ويعيش المشاكل كده يعني زي برضو يرفع واحد يرفع سماعة التليفون وأنا عندي مشكلة هناخد المشكلة بتاعتك على الكنترول ونرجع إحنا لإتكلمك تادي مش هناخد مشاكل على الهواء علشان خاطر برضو المنظر هنساعد بس ممكن ناخد التليفون على الكنترول وبعد كده نحدد المشكلة ونحن نتصل بحضرتك ونشوف الدنيا فيها ايه وممكن لو فيه مساعدات بعد كده أياً كانت الطريقة أنا خارج نطاق أي أموال وأنا لا أساعد أحد مقابل أي شيء نهائي الموضوع كله عايزين نعمل حاجة إطار في إطار الدولة يساعد الناس دي المرضى بالعشرين جنيه اللي قلنا عليها أرجع للعشرين جنيه تاني بالعشرين جنيه اللي قلنا عليها تعمل رقم كويس والناس لو شافت حاجة كويسة هتزود المبلغ لو اتصلب منها أن هي تزود المبلغ بس المهم يكون للمرضى فقط وصندوق معلن ورقمه معلن يعني أروح أتبرع في البنك النهاردة مثلاً بألف جنيه يقول الرصيد وصل من مليون لمليون وألف اتصرف كذا ايه المانع يعني في الكلام ده يعني ايه المانع يعني لما يباكون في برنامج تلفزيوني مستضيف حد ماسك صندوق وعملنا كذا وكذا 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 فيش حاجة الناس تعرف برضو مين الصندوق ومين الناس اللي ماسك الصندوق وإزاي بتصرف على الصندوق أي صندوق مفيش مانع من السندوق بس حسن استغلال الصندوق يسوق إدارته حسن استغلال الصندوق يسوق إدارته أعزائي المشاهدين أنا أرجو من الله صلحنا للحلقة دي إن شاء الله تنال إعجاب يعني الوطنيين المصريين اللي عايزين فعلا مصر تكون صورتها قدام الدنيا كلها أبهى صورة هي أبهى صورة يعني هي أبهى صورة فعلا بس إحنا عايزينها أبهى وأبهى أنا بأحلم باليوم يعني حد ينزل كده من الدول الأجنبية يقول إحنا نتمنى بلدنا نكون زي مصر بنسها كلها نفسنا يعني نفسي كده نكون كلنا كتلة واحدة كتلة واحدة وكون كتلة واحدة وراء القيادة مش أنا بسيبك بقى من قصة بقى إيه لا أيا كانت القيادة أنت لازم أي قيادة ما كانش المجموع اللي وراها كتلة واحدة القيادة مش هتعمل حاجة أيا كانت القيادة في العالم أيا كانت القيادة في العالم من ما كانش الشعب الأغلبية يصدق مش هيقدر يعمل حاجة سواء نجاح أو فشل بس لازم الناس يصدق على الحاجة علشان خاطر ما يبقاش فيه تشتت وبقى فيه بقى إيه ده عمل كذا مش عايزين ننتقد احنا عايزين الشغل الإيجابي احنا عايزين لو فيه مطب قدام بيتك الناس بتعدي من علي بالليل ما بتشوفش المطب جامد حاول تعمل أي علامة حاول تنور أي كشاف احنا مش مقصود ان احنا نقصر عربيات بعض ونحاول نهدي السرعة بالمناسبة في عيد الحب نحاول نهدي السرعة شوية يعني أنا بجري بصراحة بس بلاقي في الهدوء سرعة الثمانين والستين طول ما أنا ماشي لو لديت اللي حوالي ماشي ستين وسبعين بمشي ستين وسبعين اضطر اجري عشان اللي وراي عمال يزمرلي تي تي طب انا عايز امشي كده انا مش مع الطلق يعني انت لو لاحظت ان انا ماشي على الستين بتاع السرعة القانونية بتاع الطريق يا عم ستين مين انت نايم قلت امش بالبلد دي ولا ايه الموضوع عايز الموضوع عايز تعديل جامد قوي يعني الدنيا عايز خدوا الشباب بقى الجامعيين بقى والناس اللي تماغهم شايطة ديت كده تشتغل كده تعمل لنا حاجة كده في الدولة كده تزبط لنا الدنيا كباري ويعمل كبري وهده يعمل الكبري ويقع الطرق كله لازم ناخد شدة التزام يعني لازم ناخد شدة التزام انا احسن مشاريع بشوفها علشان اخاطر بهاليف في الصحراء مشاريع الكوات المصلحة الهيئة الهندسية وان كان فيه بعض الملاحظات الا ان هي لا تقارن نهائي بالاعمال بتاعة المياول الخارجي فكل اعمال الطرق بالذات فاعمال الطرق فاعمال الطرق بالذات بنصرف فلوس كتيرة قوي انا يعني مش عايزة سمي طريق بعينه علشان خاطر لا كل الطرق بتاعة مصر بعيدا عن الهيئة الهندسية يجب يعني اللي يستلم اي طريق الهيئة الهندسية الهيئة الهندسية هي اللي تستلم للقوات المصلحة هي اللي تستلم الطريق مش دا فلوس الدولة وحضراتكم الحارسين على اموال الدولة انا عايش في مكان في واحد ممكن يطلع ياخد عشرة متر قدام البيت كده ويبنيهم طريق الناس فين مين اللي اداله الحق عشان هو قاعد على وجهة الطريق يحتل المكان اللي أنا بمشي فيه بعربيتي وعيالي ويفضل يضيق علي وبعد كده نفضل نعمل حوادث في المناطق دي وبيكون اولادنا هم السابق وهم الضحية هو دي فيها حاجة ما فيهاش حاجة يعني هو احنا بنعمل ورشة كويتش ليه على الطريق العام طريق عمومي واحد يجي يعمل ورشة كويتش و3-4 عربيات نقل يقفوا فقال بالطريق يقفلوه علشان خطر بيعمل كويتش طب هو ليه مثلا منطقة زي منطقة كذا يكون فيها مربع حد عنده قطعة ارض كبيرة او عازي اتجارها تتعمل زي الحرفيين في كل مركز ومعملش ان الشوارع كلها ورش وصاب كارا ودوك وكويتش والناس وكل الناس تتوجه على الحرفيين ويبقى فعلا سوق حقيقي للمهن اللي هتنقرض بسبب التوك توك هو ولا انا بتكلمه ده غلط هو انا كده بحب البلد ولا بكرهها ولا مقفر قوي ولا بتفذلك هي مش بلدنا كل عام وحضراتكم بخير انا اسف جدا اكون يعني انفعلت والله بحبها كل عام وانتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر